دراسة أمريكية جديدة تكشف عن اختلاف بين الرجل والمرأة في مجال التمارين الرياضية. فالنساء يحرقن المزيد من الدهون أثناء فترة الصباح، بينما تعد فترة المساء الأفضل بالنسبة للرجال. ويعود ذلك وفقاً للباحثين إلى اختلاف الهرمونات في الساعات البيولوجية للجنسين، ودورات النوم والاستيقاظ، ومناطق تكدس الدهون. وشملت الدراسة ثلاثين رجلاً وستاً وعشرين امرأة، تتراوح أعمارهم بين الخمسة والعشرين والخمسة والخمسين عاماً، واستمرت لمدة إثنى عشر أسبوعاً. وطبقت الدراسة على المشاركين برنامجاً متنوعاً لللياقة البدنية يتضمن تمارين مختلفة ووجبات صحية. إحدى المجموعات مارست التمارين لمدة ساعة قبل الثامنة والنصف صباحاً، بينما اتبعت المجموعة الأخرى الأنشطة نفسها خلال المساء. ولاحظ معدود دراسة تحسناً صحياً لدى جميع المشاركين، بغض النظر عن وقت ممارسة الرياضة. أما بالنسبة لخسارة الدهون، فأظهرت النتائج أنه يجب على النساء الراغبات بتقليل دهون منطقة البطن ممارسة الرياضة صباحاً، بينما إذا أردنا تحسين مزاجهن وبناء قوة عضلية في جزء العلوي من الجسم، فيجب ممارسة التمارين خلال المساء. كما بيّنت الدراسة أن قوة الرجال لا تختلف كثيراً طوال اليوم، ولكن التمارين المسائية مثالية بالنسبة للرجال المهتمين بتحسين صحة القلب والوقاية من مخاطر الأمراض المزمنة.